جذورها ضاربة في أعماق التاريخ وأفرادها هم الأكثر عددا منذ مئات السنين في قطر إنها قبيلة المرة التي ساهمت في بناء الدولة الحديثة منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد الثاني لكنها اليوم تواجه المطاردة وإجراءات التعصف التي كان آخرها سحب الجنسية من الشيخ طالب بن شريم ومعه نحو خمسين من أفراد أسرته في منفنا الخاص الليلة سنتناول معاناة هذه القبيلة وسنستعرض خلفيات مواجهته وتواجهه من السلطات القطرية تمتد جذور قبيلة آل مرة إلى مئات السنين في شبه الجزيرة العربية ويقطن أبناؤها في دول شبه الجزيرة العربية ومنها قطر وتشكل قبيلة آل مرة ثلثة سكان دولة قطر لكن قصة قبيلة آل مرة مع النظام في قطر تختلف كثيرا وتحمل في طياتها الكثير من المعاسي فمنذ انقلاب عام 1996 الذي قام به حمد بن خليفة الثاني والد الأمير الحالي انتهج النظام القطري سياسة تهجير القبيلة واتخاذ إجراءات غير قانونية ضد أبنائها والسبب هنا يعود لرفض عشيرة الغفران وهي فرع من قبيلة آل مرة لانقلاب حمد بن خليفة على والده ليبدأ بعدها النظام في قطر سياسة الطرد وسحب الجنسية من أبناء قبيلة آل مرة وتعرض آلاف من أبنائها إلى الطرد من قطر والاعتقال داخل سجون النظام امتدت الإجراءات التعسفية ضد هذه القبيلة على مدى سنوات وفي عام 2004 قامت السلطات القطرية بإسقاط الجنسية عن عدد كبير من أبناء القبيلة ليتبع ذلك إنهاء خدمات منهم على رؤوس أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين ليعاود النظام القطري اللجوء إلى هذا الإجراء العقبي غير المسبوق حين سحب الجنسية من شيخ قبائل آل مرة طالب بن لهوم بن شريم وعدد من أفراد القبيلة بسبب رفضهم مهاجمة السعودية والبحرين في خطوة دانتها منظمات حقوق الإنسان ومعنا من الرياض الكاتب والباحث السياسي ياسر البهيجان أهلا بك أستاذ ياسر عبر سكاي نيوز عربية يعني من السجن إلى الاعتقال إلى التنكيل موصولا إلى سحب الجنسية وطرد العشرات حتى الآن هذه المعاناة الطويلة يعني تواجه أكثر من نصف شعب القطري من هذه القبيلة يعني ذات الجزور الضاربة في التاريخ التي ساهمت في تأسيس الدولة الحديثة ماذا تكشف هذه المأساة لهذه القبيلة أهلا وسهلا بك أستاذ روبرت ومشاهدي قناة سكاي نيوز نعم حقيقة هذه السلوكيات رغم أنها مؤلمة لأي مواطن خليجي إلا أنها حقيقة لم تكن مستغربة لأن النظام القطري كان منذ البداية مع الأسف أو منذ مرحلة الانقلاب وهو ضد أبناء هذه القبيلة الكريمة التي كما ذكر تقريركم تعادل أكثر من ثلثين سكان الداخل القطري كيف يمكن لحكومة أن تعادي هذا العدد من المواطنين في الداخل القطري خصوصا إذا ما علمنا بأن المرة كان لهم دور بارز في تأسيس دولة قطر ولذلك هذا يكشف لنا بأن النظام القطري لا يواجه حقيقة تأييد حقيقي في الداخل القطري كيف يمكن أن يحظى بهذا التأييد وهو يواجه هذه الشريحة الكبرى ويمارس في حقها أبشع أساليب الانتهاكات وأيضا الاعتقالات التعسفية وأحيانا تصل إلى درجة انتهاك بعض حرمات المنازل وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية ولذلك فعلا الداخل القطري لكن الآن الحكومة القطرية أثبتت أمر جدا هام وهو أن خطرها تزايد ليس فقط على المستوى الخارجي بالأيضا وصل أيضا مستوى الخطر إلى أقصى درجاته في الداخل القطري وسحب جنسية شيخ قبيلة بحجم قبيلة المرة يكشف حجم عدم الاتزان لدى الحكومة القطرية وأنها حقيقة تواجه حالة من التيه السياسي وقد تجعلها تتجه نحو طريق حقيقة مجهول ومأزق كبير خلال المرحلة المقبلة الشيخ طالب بن شريم كان تحدث أيضا أن هذا الإجراء غير مستغرب هو انتقام بعد أن رفض مهاجمة قيادات خليجية وتحديدا قيادات سعودية وبحرينية صحيح فعلا هي الحكومة القطرية كانت منذ البداية أزمتها الحقيقية مع قبيلة المرة أنها قبيلة ترفض أن تشرب المال ترفض أن تستغل ورغم كافة الإغراءات التي قدمتها لها الحكومة القطرية إلا أنها رفضت الدخول في أي صراعات مع جوارها وهي تدرك بأن في الداخل السعودي على سبيل المثال أبناء لذات القبيلة فضلا عن العلاقة المتميزة بينها وبين حكومات دول الجوار لذلك ترفض هذه القبيلة ورموزها الدخول في أي صراعات أو أن تستغل أو تستخدم كذراع تسعى من خلاله الحكومة القطرية إلى النيل من جوارها ولذلك واجهت هذا التهجير وأعتقد بأن دول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب هذه القبيلة كما شهدنا اليوم في الاجتماع الذي جرى في منطقة الأحساء وكان حقيقة اجتماع هام مبارز من أعيان هذه القبيلة للتنديد بما تفعله السياسة القطرية تجاه أبنائها وأيضا وضعوا خطة لعمل مطالبات والاتجاه لمنظمات حقوقية دولية وقانونية لحفظ حقوقهم وأيضا لإيقاف هذه الأعمال العدوانية التي تمارس بحقهم والحقيقة ما يواجه قبيلة المرة لا يقف عند حد هذه القبيلة بل يشكل تهديدا لكافة مواطنين قطر لأن هذه الحكومة التي لا تضع اعتبار ولا حسبان لمن ساهم في تأسيسها بكل تأكيد ستضحي بغيرهم من الأبناء القطريين لذلك أصبحت الجنسية القطرية الآن لدى المواطن القطري هاجس قد يحرم منها في أي لحظة وبأي سبب خصوصا وأن المبررات التي تقدم غير وجيها ولذلك أعتقد بأن الحكومة القطرية الآن تواجه الداخل القطري أكثر من كونها تواجه المقاطعة من دول الجوار هذا الإجراء الانتقامي من السلطات القطرية ليس بجديد هذا السيناريو كان خصل في العام 2004 عندما تم سحب الجنسية من أكثر من 6 ألاف من أبناء قبيلة المرة مصادرت ممتلكاتهم مساحات شاسعة تمت مصادرتها بعد طرد الألاف من هذه العشيرة ماذا يبقي أي إحساس لدى أبناء هذه القبيلة القطريين وسائر الشعب القطري بكل تأكيد مثل هذه السلوكيات لا يمكن أن تبعث على الاطمئنان والأمان لدى المواطن القطري حينما تكون الحكومة القطرية تمارس هذه السياسات العدوانية والتعسفية لو على افتراض بأن هناك شخص ما من قبيلة المرة مثلا أخطأ بأي خطأ إن كان فهل يمكن أن يعقل بأن تحاكم قبيلة بأكملها وتقدر عددها بمئات أو بعشرات الآلاف من الأفراد هل تحاكم هذه القبيلة بمفردها ويمارس بحقها التهجير والتشتيت وسحب الجنسية والاعتداءات والحرمان من العمل والحرمان من السكن وغيرها من الأساليب التي لا يمكن أن تقبل في مجتمع حديث وفي هذا الزمن تحديدا في ظل وجود منظمات حقوق الإنسان والأدهى والأمر من ذلك أن قطر تسعى حتى في أزمتها مع دول المنطقة إلى الإشارة إلى حقوق الإنسان والمطالبات منظمات الحقوق الإنسان في بعض الأمور وهي تنتهك أبشع السلوكيات ضد الإنسان القطري وأعتقد بأن هذه الخطوة التي قامت بها حكومة قطر ستجعل من الواقع في الداخل القطري أمر لا يطاق وقد يسهم أيضا في تغييرات جذرية قد تحدث وقد نراها في قابل الأيام بإذن الله جرم تشريد وطرد وسجن وحجر أموال المواطنين القطريين ماذا تستدعي أي تحرك دولي منظمات حقوقية منظمات حقوق الإنسان بعد كل هذه القصص التي تسمعها يوما بعد يوم بكل تأكيد هذا هو دور منظمات حقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني في مجلس الأمم المتحدة وحتى المحاكمة الدولية لا بد أيضا أن تدخل في هذا المجال هذا يعتبر تجاوز على حقوق ناس وبشر كان لهم دور كبير وإسهام ولهم حق المواطنة في أرضهم وهذه أرضهم وأرض أجدادهم وساهموا في تأسيسها ولا يمكن أن تطلق يد الحكومة القطرية دون أي عقاب أو حساب حينما تمارس هذا النوع في حق الإنسان وخصوصا إذا ما علمنا أيضا بأن منظمات المعنية بحقوق الطفل وحقوق المرأة لا بد أن تتدخل هناك العشرات بل المئات من الأطفال والنساء من قبيلة المرة واجهوا الاعتقال وواجهوا القمع وأيضا الحرمان من أبنائهم ومن أزواجهم وتشتيت الأسر وهذه كلها مبررات وجهة ومنطقية لفرض عقوبات على الحكومة القطرية وأيضا لحماية المجتمع القطري من هذه السياسة نعم المجتمع القطري واجه تهديد حقيقي من سياسة هذه الحكومة التي مع الأسف تثبت يوم بعد آخر بأنها غير مؤتمنة وغير أمينة في حفظ حقوق هذا الشعب ومراعاة مصالحه هذه القائرات القطرية جعلت الألاف من أبناء هذه القبيلة بلا هوية وهذا هي النقطة الأخطر الألاف أكثر من ستة ألاف لجأوا إلى المملكة العربية السعودية بعد عملية الطرد وهذه الجرائم المرتكبة بحقهم نعم فعلا حينما يهجر مواطنون من أرضهم هذا دلالة على أن هناك أزمة سياسية وأن الحكومة التي تقود هذا البلد هي حكومة غير متزنة وما دور الحكومة إذن ما دور الحكومة الحقيقية في أي بلدة أو في أي دولة هي أن ترعى حقوق مواطنيها وأن توفر لهم كافة وسائل العيش الكريم حينما يتجه هذا العدد خلال الفترة الماضية إلى السعودية وهم مرحب بهم وبين أهلهم ولكن أيضا هذا أمر يعني بأن الحكومة القطرية غير مسؤولة أو غير مدركة بحجم مسؤولياتها عليها أن تؤمن بأن الحقوق المواطنيين لا يمكن المساومة بها ولا يمكن المقايضة عليها أو الزج بها في أي خلافات سياسية أنت مطالب بأن تحفظ أمن واستقرار كل مواطن قطري إن كنت فعلا حكومة تمتلك شرعية حقيقية ولكن مع الأسف ما يجري في الداخل القطري يثبت بأن الحكومة القطرية هي حكومة تمارس نوع من المراهقة السياسية أكثر من كونها حكومة ذات رؤية حقيقية وواضحة وتسعى إلى إيجاد الأمن والآمان والاستقرار للمواطن القطري لذلك أصبح الآن كما ذكرت لك بأن الحكومة القطرية تواجه الآن أو خصمها الحقيقي الآن هو المواطن القطري المواطن الذي أصبحت الآن حقوقه تواجه القطر وتواجه الاستناد في محاولة إسكات هذه الأصوات طرد أبناء هذه العشيرة ماذا يكشف أيضا حالة ربما من الخوف من القطريين أبناء بلدهم ما هي موقف السلطات القلقة من هذا التحرك الداخلي مما تتخوف وهل فعلا هي تواجه معارضة داخلية وأصوات بدأت تتصاعد بشكل كبير اليوم بكل تأكيد الحكومة القطرية تواجه أصوات معارضة كبيرة في الشارع القطري وهذا ما تحاول هي إخفاءة هو لكن كافة الأدلة والبراهين والتحركات التي تقوم بها هي تثبت ذلك منها أيضا سحب الجنسية من هؤلاء مقابل تجنيس الكثير من الأشخاص الدخلاء على الداخل القطري والأشخاص المنتمين لجماعات متطرفة وأيضا التقارب الكبير بين الحكومة القطرية وحكومة ولاية الفقه في طهران وكذلك الاستعانة بقاعدة عسكرية تركية ويقابل ذلك كله بحالة من الاستنفار وحالة من تضييق الخناق على الحجاج وقد أثبت العديد من الحجاج بأنهم واجهوا العراقيل والصعوبات أثناء خروجهم وعند عودتهم وبعضهم لا زال معتقل بعد العودة من الحج كل هذه البراهين تؤكد بأن الحكومة القطرية قلقة من شعبها وأنها حقيقة تدرك بأن الشعب القطري لم يعد يثق بأنها حكومة قادرة على إدارة الدولة بطريقة حكيمة وبطريقة تنسجم مع نظام الحكم في منطقة الخليج وأيضا تعيد توازن الدوحة داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي لذلك أعتقد بأن الأحداث في مستقبل الأيام ستكون متسارعة في هذا الشأن وسيقول المواطن القطري كلمته في الوقت المناسب بعد معاناة قبيلة المرة ربما هناك أصوات كثيرة قد ستتصاعد من القطريين أنفسهم من أبناء عدد كبير من القبائل التي تعاني نفس هذا التهميش نفس أيضا الإجراءات التعصفية يعني كيف ستنعكس على صورة المجتمع القطري ككل نعم مثل هذا القرار صحب الجنسية من قبيلة بحجم قبيلة المرة بكل تأكيد هو سيشكل تهديدا لكافة القبائل والمواطنين الموجودين داخل قطر لأنه إذا لم يشفع لآل مرة تاريخها المشرف في دولة قطر وفي الجزيرة العربية بأكملها وكافة دول المنطقة فبكل تأكيد بأن المواطنين الآخرين سيواجهون ذات المصير في حال صمتوا عن تأييد أو التضامن مع قبيلة المرة لذلك التضامن الآن واسع جدا سواء في الداخل القطري أو حتى في دول مجلس التعاون الخليجي لأن النظام القبلي عموما أو القبائل في منطقة الخليج هي قبائل مترابطة وقبائل تحمل ذات الحس وذات التهديد وذات الأهداف المشتركة لذلك ما يقابل قبيلة المرة هو بكل تأكيد يقابل كافة القبائل العربية وأيضا ما اقترفته حكومة الدوحة تجاه قبيلة المرة هو ضرب للقيم العربية العصيلة التي تحترم شيخ القبيلة وتحترم أفراد القبيلة وتحترم أيضا المواطنين بكافة أطيافهم وأجناسهم لذلك ما اقترفته الحكومة القطرية حقيقة من سحب الجنسية من شيخ قبيلة فهو حقا يعتبر جرم في الأعراف العربية ويعتبر خرق للقوانين والمبادئ المعمول بها داخل دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك هذا سيشكل نقطة جوهرية وقد ينتج عنها تحول كبير في الأحداث وفي هذه الأزمة خلال الأسبوع المقبلة ضرب الأعراف والتقاليد الأصيلة العربية أيضا كيف سنعكس على صورة هذه الدولة الداعمة والمواولة للإرهاب؟ صحيح هي امتداد لدخول هذه الحكومة في المستنقع المستنقع الذي كان الأولى أن تواجه الخطأ أو تواجه تورطها المباشر في تمويل الإرهاب أن تواجهوا بحلول حقيقية للعمل على طرد أو إبعاد الجماعات الإرهابية التي تحتضنها ولكنها إضافة إلى هذا السجل الحافل بتمويل ودعم الإرهاب أيضا هي الآن تمارس نوع آخر وسلوك إجرامي آخر في حق الإنسان وفي حق المواطن القطري الذي هو يعتبر مواطن خليجي يشترك مع باقي المواطنين في دول المجلس وما يعاني منه أو يصيبه بكل تأكيد سيمثل إشكالية لدى كافة أبناء المنطقة لذلك تضامنا مع قبيلة المرة كافة دول مجلس التعاون الخليجي لإيمانهم بأنهم يمثلون جسدا واحدا وأيضا لإيمانهم بأن ما تقترفه الحكومة القطرية أصبح متسعا وكبيرا إلى درجة لا يمكن احتماله لا يمكن إطلاقا الإبقاء على مثل هذا النوع من التصرفات داخل منطقة آمنة ومستقرة تحفظ حقوق مواطنيها وتكفل لهم الأمن والأمان حينما تأتي هذه الحكومة النشاز داخل هذه المنظومة المتكاملة بكل تأكيد ستكون مصدر قلق ومصدر إزعاج وستواجه أيضا تدابير أكثر صرامة لإلزامها للعودة إلى جدة الصواب الكاتب والباحث السياسي ياسر البيجان كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض شكرا جزيلا لك